أهلا بكم ليس فقط مجلس النواب يخالف الدستور ولا ينتخب رئيسا للجمهورية هناك أيضا مخالفات من نوع آخر فالسراي الحكومي لا تدفع فواتير الكهرباء المستحقة عليها وكذلك مصرف لبنان الذي بلغ استهلاكه ثلاثة مليارات ليرة شأنهما شأن أكثر من 200 إدارة رسمية وجهت لهما مؤسسة كهرباء لبنان انذارا بالدفع في مهلة شهر تحت طائلة قطع التيار عن المختلفين هذا في السلبي أما في البعد الآخر فقد توقع وزير الطاقة والإطفياض التوصل إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9 خلال 30 يوما وتحدث عن وفر على خزينة الدولة وصل إلى 4 مليارات دولار سنويا بفعل إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات البترولية وأشار إلى أن النمو المطرد في قطاع الطاقة المتجددة وبخاصة الشمسية التي ارتفعت ساعتها الإجمالية من حوالي 100 ميجاوات تقريبا في نهاية عام 2020 إلى حوالي 1000 ميجاوات في نهاية 2022 مما سجل معدل نمو قياسيا من بين أعلى معدلات النمو في العالم كما لفت إلى إعادة هيكلة التعرفة بما سمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتقطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود وتأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنة لكل كيلوات ساعة أي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمنة من المولدات الخاصة في السياسة لا جديد سوى مزيد من انتظار الخارج بمساريه الفرنسي والقطري المتفقين على الخيار الثالث وغير المتفاهمين بعد على الاسم الثالث ترجمة نانسي قنقر